بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل وصلاة وأتم تسليم ابناء الطلاب بنات الطالبات أسعد الله وقاتكم بالخير والمسرات معكم معلمكم الأستاذ علي قحطاني ويرافقني في لغة الإشارة زميلي الأستاذ معاذ القرعاوي بما شئت الله نستكمل وإياكم دروس مادة الرياضيات للصف الخامس الإبتدائي ودرسنا اليوم يا مبدعين يا مبدعات هو امتداد للدرس الماضي الذي كان يحمل عنوان تبسيط الكسور فكرة الدرس أبناء بناتي أكتبوا كسرا في أبسط صورة إذن أبناء بناتي نتذكر هذا الاستعداد والذي انتقلنا منه إلى المعلومة يكون الكسر في أبسط صورة عندما يكون القاسم المشترك الأكبر للبسط والمقام هو العدد واحد وأبسط صورة للكسر هي واحدة من عدة كسور متكافئة إذن نكمل الآن وإياكم حل التدريبات أكتب كل كسر مما يأتي في أبسط صورة وإذا كان الكسر في أبسط صورة فأكتب الكسر العشري في أبسط صورة تفضل يا مبدعين ستة على ثمانية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة هاي مبدعين حلتوها مبارك الله فيكم إذن ستة على ثمانية لها قاسم مشترك أبناء بناتي بين ستة والثمانية نعم اثنان إذن أبدأ بقسمة البسط والمقام على القاسم وهو اثنان أو القاسم المشترك اثنان ستة تقسيم اثنان تساوي ثلاثة ثمانية تقسيم اثنان تساوي أربعة والثلاثة والأربعة القاسم المشترك الأكبر بينهما هو ماذا؟ هو الواحد إذن ثلاثة على أربعة يكون في أبسط صورة بارك الله فيكم وبهذا الشكل نكون أجبنا على هذا السؤال الآن ننتقل وإياكم إلى السؤال التالي ثلاثة على ثمانية عشر تفضل يا مبدعين هاي مبدعين وصلتوا لإجابة بارك الله فيكم إذن الثلاثة والثمانية عشر نريد القاسم المشترك الأكبر بينهما هو ماذا؟ هو الثلاثة إذن سأقسم البسط والمقام على ثلاثة ثلاثة تقسيم ثلاثة تساوي واحد ثمانية عشر تقسيم ثلاثة تساوي ستة إذن واحد على ستة هو الكسر في أبسط صورة إذن نمسح وننتقل وإياكم إلى السؤال التالي اثنان على خمسة عشر وتفضل يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة المشترك الأكبر بين اثنان وخمسة عشر هو الواحد إذن هذا الكسر في أبسط صورة فنكتب الكسر في أبسط صورة وبهذا نكون جبنا على هذا السؤال الآن نمسح وننتقل إلى السؤال التالي أربعة على ستة عشر تفضل يا مبدعين تفضل يا مبدعين هيا مبدعين وصلتوا لجابة مبارك الله فيكم إذن أربعة وستة عشر هل هناك قواسم مشتركة بينها؟ نعم منها اثنان صح ولا لا؟ إذن سأقسم البسط والمقام على اثنان أربعة تقسيم أثنان تساوي اثنان ستة عشر تقسيم اثنان تساوي ثمانية طيب يا أبطال اثنان وثمانية هل هناك قواسم مشتركة؟ نعم اثنان كذلك إذن أستمر أبنائي بناتي بقسمة البسط والمقام على اثنان اثنان تقسيم اثنان تساوي واحد ثمانية تقسيم اثنان تساوي أربعة ما رأيكب؟ الواحد وأربعة هل هناك قواسم مشتركة نعم الواحد فقط إذن القاسم المشترك الأكبر هو الواحد إذن واحد على أربعة هو الكسر في أبسط صورة إذن بهذا الشكل أجبنا الآن نمسح وننتقل إلى السؤال التالي أكتب كل كسر عشري فيما يأتي في صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة ستة عشر تفضل يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر هاي مبدعين وصلت الإجابة بارك الله فيكم إذن ستة من عشرة نستطيع أن نكتبها على صورة كسر اعتيادي ستة على عشرة هل هو في أبسط صورة؟ لا إذن نحتاج أن نبسطه ما القاسم المشترك الأكبر بين ستة والعشرة يا أبطال؟ إثنان إذن سأقسم البسط والمقام على العدد إثنان ستة تقسيم إثنان تساوي ثلاثة وعشرة تقسيم إثنان تساوي خمسة والخمسة والثلاثة القاسم المشترك الأكبر بينهما واحد إذن ثلاثة على خمسة هو الكسر في أبسط صورة إذن بهذا الشكل كتبنا الإجابة الآن نمسح وننتقل وإياكم إلى هذا السؤال بنفس الفكرة خمسة وأربعون من مئات فضلين مبدعين هيا مبدعين الصوت الإجابة بارك الله فيكم إذن خمسة وأربعون من مئة نريد أن نكتبها في صورة كسر اعتيادي فنقول خمسة وأربعون على مئة الآن هل هذا الكسر في أبسط صورة؟ لا إذن أحتاج أن نقسم البسط والمقام على القاسم المشترك الأكبر للعددين خمسة وأربعين ومئة وهو الخمسة إذن سأقسم خمسة وأربعين تقسيم خمسة تساوي تسعة ومئة تقسيم خمسة تساوي كم؟ عشرون إذن تسعة والعدد عشرون القاسم المشترك الأكبر بينهما هو الواحد إذن تسعة على عشرون هو الكسر في أبسط صورة إذن بهذا الشكل أجبنا عليها ابناء بناتي الآن نمسح وننتقل وإياكم إلى هذا السؤال سلة فيها عشر برتقالات وإثنى عشر تفاحة وثمانية عشر حبة خوخ ما الكسر الذي يمثل عدد البرتقالات في السلة أكتبه في أبسط صورة وتفضلوا يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر هيا يا مبدعين وصلتوا لإجابة بارك الله فيكم إذن يا مبدعين نرى هذا السؤال يقولك في السلة عشر برتقالات وإثنى عشر تفاحة وثمانية عشر حبة خوخ طيب المطلوب ما هو؟ ما الكسر الذي يمثل عدد البرتقالات في السلة إذن أبنائي وبناتي ما الأغراض التي في السلة أو الفواكه التي في السلة؟ برتقال وتفاح وخوخ إذن حتى نوجد هذا الكسر يا أبطال إذن أحتاج أن أعرف عدد الأشياء في أو عدد الفواكه في السلة عشرة برتقالات زائد اثنى عشرة تفاحة زائد ثمانية عشرة حبة خوخ كم يكون مجموعة؟ أربعين إذن في السلة أربعين حبة فاكهة طيب الآن نريد الكسر الذي يمثل عدد البرتقالات في السلة عدد البرتقالات عشرة فنقول عشرة على أربعين إذن بهذا الشكل كتبناه هذا الكسر الذي يمثل عدد البرتقالات في السلة الطلب الآخر في السؤال اكتبه في أبسط صورة إذن نحتاج أن نكتب عشرة على أربعين في أبسط صورة إذن أبنائي و بناتي نستطيع ماذا؟ أن نبدأ بقسمة البسط والمقام على القاسم المشترك مثل اثنان طيب يا أبطال عشر تقسيم اثنان تساوي خمسة أربعين تقسيم اثنان تساوي عشرون طيب يا أبطال هل خمسة على عشرون في أبسط صورة؟ لا إذن أحتاج كذلك أبنائي و بناتي أن أقسمها على قاسم مشترك بينها وهو الخمسة إذن يا أبطال خمسة تقسيم خمسة تساوي واحد عشرون تقسيم خمسة تساوي أربعة والواحد والأربعة هل قاسم المشترك الأكبر بينهم وهو الواحد إذن واحد على أربعة ماذا يا أبطال؟ هو الكسر في أبسط صورة إذن نستطيع أن نقول الكسر الذي يمثل عدد البرتقالات في السلة هو ربع بارك الله فيكم سعلا ولا صعبة؟ مبدعين والآن نمسح وننتقل إلى هذا السؤال وهو أحد أسئلة مسائل مهارات التفكير العليا اكتشف المختلف حدد الكسر الذي يختلف عن الكسور الثلاثة الأخرى وبرر إجابتك ثلاثة على إثنى عشر أربعة على ستة عشر خمسة على خمسة وعشرون ستة على أربعة وعشرون وتفضلوا يا مبدعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والإجابة بارك الله فيكم طيب يا أبطال الآن سوف نبدأ الحل وابغاكم تلاحظون معي كل كسر من هذه الكسور راح نبسطه وإذا بسطناه راح نكتشف أين المختلف نبدأ بالكسر الأول ثلاثة على إثنى عشر ما القاسم المشترك الأكبر بين الثلاثة والعدد إثنى عشر هو الثلاثة إذن سأقسم البسط والمقام على الثلاثة إذن ثلاثة تقسيم ثلاثة تساوي واحد إثنى عشر تقسيم ثلاثة تساوي أربعة إذن الكسر في أبسط صورة هو ربع ننتقل للكسر التالي أربعة على ستة عشر ما القاسم المشترك الأكبر بين الأربعة والستة عشر هاي أبطال الأربعة إذن سنقسم البسط والمقام على العدد أربعة أربعة تقسيم أربعة تساوي واحد ستة عشر تقسيم أربعة تساوي أربعة بارك الله فيكم ننتقل إلى الكسر التالي خمسة على خمسة وعشرين ما القاسم المشترك الأكبر بين الخمسة والعدد خمسة وعشرون هو العدد خمسة إذن سنقسم البسط والمقام على العدد خمسة خمسة تقسيم خمسة تساوي واحد خمسة وعشرون تقسيم خمسة تساوي خمسة إذن بهذا الشكل وصلنا لأبسط صورة الآن ننتقل إلى ستة على أربعة وعشرون ما القاسم المشترك الأكبر بين الستة والأربعة وعشرون هو العدد ستة إذن سأقسم البسط والمقام على العدد ستة ستة تقسيم ستة تساوي واحد أربعة وعشرون تقسيم ستة تساوي أربعة هل اتضح لكم ما هو الكسر المختلف؟ بارك الله فيكم خمسة على خمسة وعشرين لماذا؟ لأنه عندما قمنا بتبسيط هذه الكسور جميع الكسور كانت كانت الأبسط صورة لها هو الربع ما عدا هذا الكسر أبسط صورة له هو الخمس إذن بهذا الشكل نكون أجبنا على هذا السؤال ومع هذا السؤال أبناء وبناتي نكون وصلنا لختام درسنا لهذا اليوم تقبلوا فائق التحية والإحترام مني أنا معلمكم علي القحطاني والزميلي في لغة الإشارة السيد معاذ القرعاوي في أمان الله